إذا أنت مستمتع بزواج قوي هيكون أقوى وإذا أنت عندك صراعات في زواجك صلاتي ليك النهاردة أن يكون يوم البركة ليك إذا جاي هنا وزواجك ميت ومنتهي خلينا أقول لك أن يسوع المسيح متخصص في إقامة الموت أمين إذا أنت مش متجوز وهتسمعني بتركيز في الثلاث أسابيع اللي جاية هتوفر على نفسك مشاكل كتيرة قوي وفلوس كتيرة ووقت كتير قولوا أمين أمين فيه كرسي بتلات رجول هنتكلم عن كل واحد من الأعمدة دي نقران الزات الغفران والتواصل أكيد قرأت كتب كتير وسمعت وعظات كتير عن الموضوع ده لكن عايز أقول لك أن سلسلة الرسائل دي مش من كتاب لكن نبعة من خبرة الحياة الثلاث رجول دول أساسيين لجواز المبارك يمكن حد يقول طب فين المسيح في كلامك ده خلونا أقول لكم حاجة أن الرب يسوع المسيح مش في حياتك إذا يسوع مش المخلص والفادي ليك والسيد على حياتك إذا يسوع مش هو حجر الزاوية في جوازك فالكلام ده ملوش أي معنى ليك عشان كده صلاتي أنك أنك تيجي للرب يسوع المسيح النهاردة وتقبل عطية الغفران وعلى الأساس ده يكون هو أساس جوازك لكن سلسلة الرسائل دي لكل اللي يعرف يسوع اللي الرب هو أساس ليهم وأساس لحياتهم وأساس لجوازهم ألاحظ أن أنا بقول زواج مبارك زواج مبارك ما سمعتنيش بقول زواج كامل عارفين ليه؟ لأن ما فيش حاجة اسمها زواج كامل اتعود تسمع الناس بتتكلم عن أن العلاقة دي من السماء وردت دايما على الكلام ده دايما بتسمعون أقوله وكمان الرعد والبر لكن الزواج المبارك الجواز المبارك لازم يكون فيه التلات رجول دول ولازم يكونوا موجودين طول الوقت أنا هجرى بقعد على الكرسي وهو سابت أوي فيه مشكلة أنا تيل أوي ما أعود عليه ما أعرفش أستحمل وزني ولا لا 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 بنفسك إذا كنت فيه لا أعود عليه برضو لأنه قوي نحاول نشير رجلي من الثلاثة أه يا سلام شايفين كويس؟ طيب هحاول أتماسك يمكن قدر أعود عليه وقت طويل شاك لكم خايفين علي لا أقع ولا حاجة ربنا يصدر ربنا يبارككم وقدر أسند على رجلي على الشأن بس ما أعشم الكرسي بس أكيد أكيد رجلي هتتعب شوية يعني بسرعة من السندة وهحس بألم التلاتة مهمين أوي إذا شلت واحدة هتكون فيه مشكلة أحباقي عايز أقول حاجة الجواز مش فكرة إنسان لكن فكرة الله وسبب إن ناس كتير بيحاولوا يقنعونا بالعكس بيحاولوا يقنعونا إن الزواج فكرة إنسان وبناء عليه بنشوف إن القوة دي بتشتغل في بلادنا وفي العالم حوالينا بتحاول تشويه سمعة مؤسسة الزواج مجرد ما يقنعونا بإنه فكرة إنسان بإنه فكرة حلوة زي بقى الأفكار الموجودة عشان كده بنشوف القوة في عالمنا النهاردة وخاصة في الحضارة دي في المحاكم والقضايا اللي بيحاولوا يقللوا من شأن مؤسسة الزواج والقوة القوية دي في العالم النهاردة بيحاولوا يدمروا مؤسسة الزواج لكن الزواج فكرة الله خطة الله زي كل خطة الله كاملة كاملة وخطة الله من البداية خالص مقصود إنها راجل واحد وست واحدة للعمر كله دي خطة الله الكاملة الله اللي قام بمراسم أول زواج على الأرض في جنة عدم وكان زواج كامل في الحقيقة كان الزواج الكامل الوحيد في التاريخ كله في تاريخ البشرية وأدم أنت فعلاً بتحبني؟ هيقول ما فيش غيرك مضطر يعني لكن كان فيه لما الكتاب المقدس بيتكلم عن العري الكتاب بيقصد العلاقة الشفافة مش بس علاقة الشفافة بينهم وبين بعض لكن العلاقة الشفافة بينهم وبين الله لكن لما دخلت الأنانية للعالم لما دخلت الأنانية لحياتنا كل حاجة بازت وده سبب أن الرجل الأولى متلت رجول اللي اخترت أتكلم عنها النهاردة هو الأنانية وممكن نقولها إيجابياً نكران الزات نكران الزات بنشوف إبليس مش بس عمل ده في جنة عدم لكنه استمر مع كل واحد فينا النهاردة جاء ومعاق التمركز حول الذات وقال حوى حوى ما نفسكيش امتلك كل حاجة ما نفسكيش تشبعي ذاتك ما نفسكيش تعظمي ذاتك ما نفسكيش تحققي ذاتك ما نفسكيش تتملي بالمعرفة ما نفسكيش تتملي بالوعي ذاتك ما نفسكيش تطلقي العنان لأهوائك ما نفسكيش تحقق مصالحك أنا قادر أديك كل ده كل ده يكون ملكك كل اللي محتاجه أنك تفكر في نفسك مش في اللي قال والله بس كده بس كده هو ده المطلوب في الحقيقة قال لها أكتر من كده كمان قال تقدر تكوني زي الله حوى يا بنتي هتكوني إلهة ومين مننا ما نفسهوش يتعامل زي الأليهة وهي وقعت في الفخ وقعت في المصيضة السنرة غمزت مش بس كده وقعت معها آدم وهم الاتنين نقلوا العدوى لكل واحد فينا كل كائن بشري عايش على الأرض كلنا تعدينا من العدوى دي كلنا تعدينا منها مش بس كده في جنة عدم بنشوف أول خلاف زوجي في التاريخ في التاريخ أول خناقة بنزوجين كانت في جنة عدم والخناقة كان سببها الأنانية الأنانية عمرها ما تقود للسلام الأنانية عمرها ما تقود للراحة لكن أقدر أقول بسلطان كلمة الله ومن خبرات الشخصية نكران الزات واستحيل يقود للخلافات نكران الزات واستحيل يقود للتنافر فلما الله واجه آدم وواجه حوة إيه اللي حصل آدم وقف كان رجل شاهم وقال يا رب أنت صح أنا بواست الدنيا أنت قلتلي وقلتلي يا أولي حوة لكن أنا بواست الدنيا كان لازم أكون حذر أنا آسف الكلام ده في كتابك أكيد مش موجود الكلام ده كلنا عارفين آدم عمل إيه إحنا بنفكر إنه لم حوة لكن مش ده اللي حصل هو كان بيلوم الله قال يا الله دي مش غلطتي أنا دي غلطتك أنت يا رب رغم كل نواياك الكويسة إنك تجيب لي نظير شوف عملت إيه رب ونروح لحوة ونشوف عملت إيه قالت دي غلطتك يا رب آدم صاح دي أول مرة تفق معاه أنت اللي حطتنا في المكان ده وحطت الحية معانا في نفس المكان يا رب فعلا دي غلطتك ودلوقتي كل زوج وزوجة بيعملوا نفس الحاجة الستة تروح تتسوق وتقول ما تلومنيش دي غلطة ربنا أنه بنا كل المولاد دي والراجل يقول دي مش غلطتي الله هو اللي اخترع كل قنوات الرياضة والحرب مستمرة لكن الله أصده للزواج أنه يكون علاقة جميلة الله عايز الزواج يكون إشباع رائع للراجل والست وأصد الله للزواج أنه يكون الاتحاد الكامل لعلاقتهم ومحبتهم المتبادلة والتزامهم المتبادل والمجد الله لكن الأنانية بتخلي الزواج ينهار ويستمر تبادل الاتهمات وتبادل الكلمات السلبية عشان كده نكران الزات هو أول عمود في أعمالة الزواج لما تهتم بالعمود ده سهل تعيش الباقي وهتلاقي أن الأنانية مستحيل تلقلها مكان في البيت بين الزوج وزوجته نكران الزات هو المهم نكران الزات هو حجر الزاوية فمش غريب أن الرسول بوليس يقول في فليب 2-3 اسمعوا كويس يا أحبائي اسمعوا قال لا شيء بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم هارا كلام ده تاني اسمعوا كويس أنا مصدق بكل قلبي أن الآية دي لازم تتعلق في المطبخ وفي كل قوضة وفي كل مكان وعلى كل حيطة في البيت لا شيء بتحذب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم أنا بوعدكم النهاردة إذا كل واحد فينا هيتبع تعليمات الرسول بوليس في كلمة الله هنعيش سامع الأرض عشان كده النهاردة عايز أقول لكم على 3 عناصر لنكران الزات 3 عناصر لنكران الزات وهي عناصر مهمة قوي لازم نعيشها في حياتنا أولها النطج الترفق المرونة أنا حفزهم كويس ها النطج الترفق المرونة النطج أنا شاركت في بعض الزيجات وإزاي كل جوازة بتبتدي بيشوفوا بعض كنجوم وكملين وكل واحد بيفكر إن شريكه هيديله كل حاجة بيحلم بيها هو بيفكر إن حبيبته أحلى واحدة في العالم كله وهي بتفكر إنه الأمير الفاتن أصدق بالنطج من فضلكوا اسمعوا كويس عايزكم تركزوا معي وتفهموني كويس قوي النهاردة النطج بيقول إزاي أقدر أحقق رغبات شريك حياتي عدم النطج بيقول إزاي أخلي شريكي يحقق لي رغباتي النطج بيقول إزاي أضح بوقتي ورحتي عشان راحت شريكي عدم النطج بيقول إزاي أخلي شريكي ضحي بوقته ورحته عشان راحت النطج بيقول إزاي أكون صبور أكتر مع شريكي بالرغم من أخطاؤه أو أخطاقها أو إزاي يكون رد فعلي وديع مع كل حاجة بتزعجني إزاي أكون شفاف وصادق في حين عدم النطج بيقول إزاي أخد كل حاجة أنا عايزها وإزاي أتحكم أنا في الحوار لصالحي إزاي أقدر أحفظ نفسي في شرنقة من صنعي النطج عنصر مهم قوي لنكران الزات ونكران الزات عمود للزواج المبارك ثانيا الترفق الترفق عنصر مهم قوي من عناصر نكران الزات أصدق إيه بالترفق من كذا سنة ست قالت لي لو أنا كنت أعرف قد إيه هو عديم الإحساس ومتوحش ما كنتش تجوزته من كذا سنة راجل قال لي من أول اللحظة اللي مراتي قالت فيها أقبل كان أصدها إنها هتكون مترفقة بيه في كل مر أغلط فيها شايفين؟ هو ده الترفق الترفق عكس عدم الإحساس اسمعوا الكتاب بيقول إيه؟ عن الترفق الكلمة مش موجودة في النص لكن معناها موجود أفاسوس خمسة سبعتاشر من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب إذا بصينا للجملة كويس هنلاقي كلمتين كلمتين واضحين عكس بعضهم خالص كلمة الغباء والتانية الفهم الفهم يعتمد على الترفق الترفق يعني بحاول أفهم أفكار شريك الحياة بحاول أفهم مشاعر شريك الحياة بحاول أفهم احتياجات شريك الحياة الترفق معناه إنك تدرس الشخص كويس فمش غريب أن الرسول بطرس في الآيات الثلاثة قال إنك تعيش مع زوجتك بناء على المعرفة إدرس أكيد الأولاد اللي قاعدين هنا وسمعوا كلمة إدرس وإذا كانوا إزاي مش بيحبوا الدراسة أنا كنت بكر هالدراسة الدراسة صعبة ما كانش سهلة خالص علي لمدة 11 سنة كنت في مرحلة السنوية قلت مرة الطفل كلام ده قال لي شكلك كده كنت طالب خايب قوي كان عنده حق زي ما بقولكم الدراسة كانت صعبة قوي لكن لأني بحب المواد اللي كنت بدرسها التعب كان مفرح التعب كان ممتع التعب كان فيه إنجاز خاصة لما بشوف نفسي بتقدم من مرحلة للتانية فالدراسة لمشاعر زوجتي واحتياجاتها مش سهل خاصة لما تكون عكس احتياجاتي لكن أحبائي عايز أقول إن بديل الفهم هو الغباء ومين عايز الغباء مين عايز كده ثالثا المرونة لما بولس كتب لقافاسوس وكتب نفس الكلام لكلوسي وقال إن الزوجات يخضعوا الأزواجهم والأزواج يحبوا زوجاتهم أعداء الكتاب أعداء كلمة الله أعداء الله في مجتمعنا اللي رفضوا كلمة الله قالوا شايفين كاتبكو بيقول إيه إن الزوجة تكون خدامة في البيت والزوج هو السيد والملك عليها والنهاردة بعض الستات المسيحيين في الكنايز يسمعوا كلمة إخضاعه ودخان يخرج من ودنهم لكن اسمعوني يا أصدقائي الأحباء ده مش صحة أبدا مش صحة أبدا المسيحيين صدقوا الكتبة دي ببساطة إن الستات هم الخدمين في البيت والرجال هي الملوك ده مش الزوج الإلهي أبدا مش هو وهزبط لكم الكلام ده دلوقتي حال هزبطوا مستعدين قولوا أمين هزبط لكم الكلام ده إيه الأسهل إنك تموت عشان حد ولا تطبخ له أكله ردوا علي عايزة أسمعكو اتفضلوا قولوا مش الأسهل إنك تطبخ ومع كده الرسول بوليس قال للأزواج إنك تحب زوجتك الحب الكافي اللي يخليك تموت على شنها بنشوف سهل قوي الخضوع بدون محبة لكن صعب قوي إنك تحب بدون ما تخضع فهمتوا كلامي؟ ونلاقي كدبة إبليس بتنتشر والناس بتصدقها حتى شعب الله بيصدقوها وبيقولوا يا إلهي محرج قوي اللي بيقول الكتاب هنا ده ده كلام وأكيد أنتم مدركين الموت مش حاجة سهلة أبدا وحاجة تانية عايزة أقولها إن أنا مؤمن إن رسول بوليس بيقصدها هنا وهي إن مش المعنى إنك تاخد رصاصة أو سكينة أو تقتل نفسك فعلاً لكن المعنى بكل كياني وعقلي أنا مؤمن أنا أموت أموت يومياً أموت يومياً هموت يومياً يومياً هموت أموت عن الذات عن الأنانية الحق اللي بيعلموا الكتاب الرجالة والستات يخضعوا البعض لكن الراجل دوره أكبر من دور الست وبوليس مش بيقول لنا رأيه أو فكرته لكن كان بيشرح لنا الله ألقف في العهد القديم من الجلدة للجلدة فلما الناس تهاجم الكتاب والمسيحية ونلاقي المسيحيين محرجين من كتابهم ساعتها فتكروا إن دي طريقة من طرق الشيطان فينشر الخراب في الزواج المسيحي زي ما عمل مع آدم وحوة في الجنة ده اللي عمله في الجنة بس زين الكتبة ولبسها فستان فتاخد شكل عصري وتبقى ماشية مع الموضة من ألاف السنين المرونة معناها إن الزوج والزوجة بدرجات أو مستويات مختلفة يخضعوا لبعضهم البعض من أجل يسوع المرونة معناها إن كل واحد يضحي من أجل الآخر العناد تمام عكس المرونة والعناد صفة من صفات الخطيئة أكيد ده مش معناه إنكم عمركم هتختلفوا لا لا طالما فيه شخصين عايشين مع بعض هيختلفوا ومش معناه إن عمره ما هيحصل معاكم سرعاته ومشاكل لا 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 مش ده المعنى إطلاقا لكن لأن فيه نطج ولأن فيه ترفق ولأن فيه مرونة هيكون فيه نكران الزات في الزواج ولما حجر الزوية يكون نكران الزات هيكون أكيد زواج مبارك إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية اطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبة الله العميقة لك وستختبر غفرانه غير المحدود وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي اطلب نسختك المجانية الآن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة